بعض السمات اللي شوفناها في النادي الزمالك منذ وصول جوسوالدو فريرة واهمها ان احنا منقرب خطوطنا لحد ما لكن المفترض دايما القصة ما تكتملش الا بحاجات اخرى من ضمنها ان انت طالما هتقرب خطوطك لازم تضغط على المنافس ده مبدئية خاصة لو الحاجة اللي احنا نبهنا لها الحلقة اللي فاتت اللي احنا بنعمل سكاوتنج على بيرميد ان انت ما تقدمش ادفاعك عالي هو مش غلط لكن امام بيرميد الامر مش سهل مش سهل ان انت تقدر تجيده وكمان كانت المشكلة بقى فكرة الضغط على الخصم دي لو انت ما تغطش عليه هتدفع التمن غالي جدا فتعال نشوف كده بعض اللقطات اللي خالي احنا حتى لبهنا فيها واحنا بنحل ياحمد قلنا ايه قلنا حتى بيرميدز تحديدا يعني لو عملت هاي لاين واحنا كنا بتكلم ان سجرادة وصلت سجرادة قدرت تضرب خط يعني وقفت زمالك على هاي لاين وخط التسلل سجرادة دربته في ملاطتين فما بقى لك بيرميدز بيرميدز هنا نوعية افضل من سجراده وده اللي حصل الفكرة في ايه لو انا لعبت بقى الهاي لاين ان انا قدمت ادفاعي في اللحظة دي ما تخليش اللاعب بتاع بيرميدز او اي منافس عنده الوقت والزمن الكاف انه يبص ويختار ويعمل الربط بينه وبين اللاعب اللي حيتحرك فيضرب خط ادفاعي انت بتدي بتدي الطايم اللي حيمرر وبتدي الطايم اللي حيدرب التسلل انه يتفاعد التسلل يزبط بقى والحاجات دي كلها